السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بكم في كورس البيالسي المستوى الثالث في هذا الدرس رح نتعلم أساسيات مهمة في البيالسي إذا أنت متابع البيالسي وحاب تتعلم البيالسي بشكل احترافي لازم تتعلم هذا الموضوع لأن يعتبر أساس البيالسي سواء كان في إشارات الديجيتال أو في إشارات الانالوج لكن قبل أن نبدأ في الفيديو أرجع مشاهدة الفيديو إلى النهاية وأيضا في نهاية هذا الفيديو رح نذكر أهمية كل أداة نشرحها على القناة بخصوص كورس البيالسي وأيضا بإمكانك دعم القناة ماديا من خلال ميزة شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو أو من خلال الانضمام أو الانتساب إلى القناة هناك العديد من المستويات الخاصة في ميزة الانتساب كل مستوى يختلف عنك ثاني بالخدمات التي يقدمها بالدروس الماضية أخذنا الجنرال والبيتلوجيك أوبريشن وكذلك التايمار والكاونتر واخذنا عمليات المقارنة أو الكمبرتر أوبريشن في هذا الدرس رح ناخذ العمليات الرياضية مثل ما نعرف عمل العمليات الرياضية مهمة جدا في البيالسي سواء أنت تستخدم ديجيتال أو تستخدم أنالوج فإذا حاب تتقن البيالسي لازم تتقن العمليات الرياضية والعمليات الرياضية لازم أنت تكون عندك معرفة عن أنواع البيانات لذلك إذا أنت متابع هذا المستوى لازم تكون عندك معرفة عن أنواع البيانات بشكل مفصل وأيضا رح تطرق إليها في هذا الدرس حتى تكون مفهوما للجميع إذا فتحنا المالس فانكشين رح تلاحظ هناك العديد من العمليات الرياضية بكافة الأنواع جمع الطرح العمليات الخاصة بالدوال المثلثية الضرب القسم والعمليات الرياضية الأخرى لكن في هذا الدرس رح نركز على أهم العمليات الرياضية وأيضا على كيفية استخدام هذه العمليات في مجال عملنا سواء كان في إشارات أنالوج أو في إشارات الديجيتال فأول شي رح أخذ عملية الجمع مثل ما تلاحظ إذا سحبتها مثل ما تلاحظ في هذه الطريقة عملية الجمع أيضا رح أخذ عملية الطرح بنفس النيتورك رح أضيفه حتى يكون المثال واضح للجميع وأيضا حتى الفيديو ما يكون طويل أو ممل للمشاهد بالنسبة للنيتورك الثاني رح أخذ عملية الضرب الملتيبلاي والديفايد اللي هي القسمة هاي الديفايد قسمة أخذنا الاد والسب اللي هي الطرح والمولتي اللي هو الملتيبلاي الملتيبلاي الضرب والديفايد القسمة الأهم العمليات الرياضية مثل ما تلاحظ كل دالة أو كل نيتورك موجود بها عدة مداخل وعدة مخارج مثل ما تلاحظ الـ EN هو الـ Enable اللي هو رح يفعل الدالة فحتى نضيف Enable رح أضيف في هذا المكان على سبيل المثال M0.0 في هذا المكان مثل ما تلاحظ همل إلى تاق باسم Ombuds 1 أوكي في الدرس الماضي شرحنا التاقات وكيفية احترافها بشكل صحيح فانا استخدمت الـ M0.0 وعملت له تاق أو رينيم تاق باسم Ombuds 1 وأيضا بإمكانك أن نتغير الـ Named Tag بالطرق اللي شرحناها في الدرس الماضي أيضا مثل ما تلاحظ في الـ Ombuds 1 والـ Ombuds 2 وكذلك الـ Out والـ EN Out مثل ما تلاحظ بالنسبة للـ Ombuds واللي هو يفعل الدالة من تتفعل الدالة هذا الـ Ombuds يخرج من الـ EN Out اللي هو أيضا رح يكون خرج يعتمد على الـ Ombuds فمن يتفعل الـ Ombuds هذا رح يتفعل أيضا مع الـ Output حتى بإمكانك أيضا تستخدمه لدالة ثانية حتى تفعل بها دالة ثانية حتى تختصر الخطوات أيضا بإمكانك أن تأخذ تغذية الخاصة بالطرق تأخذها من الخارج الخاص بالتغذية للعملية الجمع بالنسبة للـ Ombuds 1 والـ Ombuds 2 هاي عملية الجمع رح يكون بين Ombuds 1 والـ Ombuds 2 أيضا بإمكانك أن تضيف أكثر من Ombuds سواء إذا عندك أنت 3 Ombuds أو 4 Ombuds في الـ S700 كان الأمر معقد لكن في الـ S700 و باستخدام برنامج T-Portal سهل إنه كثير من العمليات الرياضية وأيضا الكثير من الأدوات من أهم الأمور اللي سهلها في T-Portal على سبيل المثال إذا تضيف أكثر من Ombuds لدالة الجمع بإمكانك أن تضغط على هذه العلامة باللون الأصفر تضغط عليها فرح يصير Ombuds 2 وكذلك Ombuds 4 وهو كذا فأنا سأستخدم 2 حتى الفكرة تكون واضحة بالنسبة للـ Output هو رح يكون نادج عملية الجمع رح يكون في الأوتوت كذلك نفس الشيء رح يكون مع عملية الطرح وعملية القسمة وكذلك العمليات الباغية فحتى نجمع على سبيل المثال عددين فأنت لازم تعرف قيمة أو نوع العددين نوع العددين وعلى سبيل المثال أريد ناخذ عددين من نوع انتجر أو Word أو Double Word هذه أيضا بإمكانك أن تحددها من خلال هذه البلوكة حتى نحددها رح نضغط عليها فتأخذها بشكل Auto إذا أخذتها بشكل Auto هو رح يعتمد على المداخل فإذا كانت Word رح يكون هذا من نوع Word إذا كان Real رح يكون هذا من نوع Real إذا كان Double Word رح يكون أيضا من Double Word فرح أخذها على سبيل المثال Double Word أو Real أوكي هذا من نوع Real أوكي يعني العملية رح يكون عبارة عن Floating Point فأول قيمة على سبيل المثال رح تكون الMD على سبيل المثال 4 أوكي الOmbud 2 رح يكون الMD أو الMD 8 أما ناتج عملية الجميع بإمكانك أن نضيفها في الMD 12 لأن مثل ما نعرف Double Word أو Real هو عبارة عن 4 بايت فلازم يكون 4 بايت فإذا أنت بديت بالأربعة لازم Double Word اللي يكون بعده لازم يكون بمقدار 4 بايت عن القبلة يعني يزيد 4 بايت عن الأدرس اللي يقعب له فإذا أنت بديت بالMD 4 لازم البعدة يكون MD 8 فما فوق فرح ياخذ الOmbud الأول رح ياخذ الMD 4 والMD 5 يعني عفوا البيت 4 والبيت 5 والبيت 6 والبيت 7 أما الOmbud الثاني رح ياخذ البيت 8 والبيت 9 والبيت 10 والبيت 11 ناتج عملية الجميع رح يوزن في هذا المتغير كذلك بالنسبة للنوع الثاني على سبيل مثال نفس الشي رح أخذها Real حتى تكون واضحا بإمكانك أن تاخذ كل الأعداد أو كل أنواع البيانات تاخذها وتحدد القيم الخاصة بها أوكي فرح أخذ Real لأنه هو الأغلب استخدام فرح أخذ على سبيل MD هذا 12 اللي بعده لازم يكون 16 عفوا الMD 16 أوكي وهذا رح يكون MD 20 البعده رح يكون MD 22 عفوا 24 أوكي بنفس الطريقة رح أخذ الMD MD 24 28 هذا هذا لأن هذا 24 البعده لازم يكون 28 وهذا رح أخذها Real أوكي وهذا أيضا MD 30 32 MD 36 الMD 40 والMD 44 MD 44 40 أوكي بها الطريقة الأوتووت الخاص بعملية القسمة هيكون بالMD 48 أفوا 48 أوكي بإمكانك أيضا نضيف تاغ لهذا الادرس على سبيل المثال هذا رح أفرض فقط للعملية الجمع رح يكون هذا رح أخذ هذا Rename Tag هذا رح يكون Value 1 على سبيل المثال Value 1 أوكي رح change أوكي وهذا رح أخذها Value 2 U 2 أوكي وهذا Value 3 أوكي change أوكي نفس الطريقة بإمكانك أن أضيف Rename أو تسمية للتاغ لكل الأدريسات اللي أخذناها أوكي كذلك أنا أخذت كلها من نوع Real بإمكانك أن أتغير هذا النوع على سبيل المثال MD هو لازم يكون من نوع 4 بايت فإذا أخذنا على سبيل المثال U Integer U Integer لازم يكون من نوع W فلازم يكون على سبيل المثال MW 28 أوكي بها الطريقة لكن بما أنه أخذت الريال لازم يكون MD 28 حتى يكون 4 بايت بعد ما كملنا راح أعمل Monitoring داول إلى Simulator Start Simulation أوكي حتى نحمل الكود على ال PLC بشكل محاقت وأنت بإمكانك أن تنفذ هذا الكود على ال PLC ولكن يكون بشكل عملي راح أعمل راح أعمل Compile للConfiguration أضغط Load أوكي Finish راح أضغط بعد أكو خطوة هنا راح أخذ هذا هو نفسه لازم يكون أيضا تفعيل لدلة الجمع والضرب عفوان الضرب بالقسمة بنفس الطريقة راح أخذ ال M0.0 حتى يعمل تفعيل لعملية الضرب وعملية القسمة يعني عمل التفعيل حتى ال M0.0 يفعل ال Network الأولى وال Network الثانية ثم راح أعمل Download أوكي Load راح أعمل Start حتى تكون الفكرة واضحة Monitoring بالبداية راح أفعل ال M0.0 واحد وهذا أيضا واحد تمام تفعلت لنفس الأدرس بالنسبة ل M4 راح أدخل بداخلها قيمة فهل تندخل بداخلها قيمة راح نضغط على Value 1 ثم بعدها أوكي ندخل القيمة اللي حابين ندخلها في ال MDR على سبيل المثال خمسة بوينت خمسة 5.5 أوكي أوكي مثل ما تلاحظ حاليا نجمع خمسة بوينت خمسة مع الصفر طلع الناتج خمسة بوينت خمسة أوكي القيمة الثانية على سبيل المثال ثمانية بوينت زيرو أوكي حتى لو أخذت ثمانية راح يطلع لك الناتج أيضا بالبوينت مثل ما تلاحظ ثمانية بوينت صفر لأن أخذنا القيمة هي ريال أوكي الناتج أصبح ثلاثة بوينت خمسة تمام بالنسبة للقيمة الثانية على سبيل المثال Tag 11 أضغط عليه Click Amen وبعدها Modify Operant ندخل القيمة على سبيل المثال عشرة بوينت صفر أوكي الناتج عشرا على سبيل المثال ثلاثة بوينت ثلاثة ستة بوينت سبعة إذا عملية الجمع الطرح والجمع ما فيها أي مشكلة لو نلاحظ أنه عملية اللي هي تكون عملية الضرب أو القسمة مثل ما تلاحظ أنه الرقم هناك الموجود بالهكسر فحتى نظهر هذا الرقم بالريال رح نرجع على اللي هو التاقات اللي هو الديفلت تاق هذا نضغط عليه إذا نرجع على عملية الطرح أو عملية الضرب عفواً مثل ما تلاحظ يلتاقات الام دي ثمانية وعشرين والام دي ثمانية وعشرين والاثنين وثلاثين لو نذهب إلى اللي ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين هذا اللي ثمانية وعشرين مثل ما تلاحظ هو الدبل ووورد فحتى نحول بشكل فلوتنج بوينت رح أضغط عليه على هذا وبعدها اختار الريال أوكي نبحث عن الريال عفواً حتى تكون البيانات أو المعلومات كلها بشكل ريال أوكي كذلك بالنسبة للامدي الاربعة واربعين راح اختارها بشكل ريال والامدي أو والامدي اربعين يعني كلها اخذتها بشكل ريال الامدي اربعة واربعين الامدي اربعين هذا تمام حاليا أصبحت بشكل ريال رح أرجع على الموديفاي أو النيت رح أرجع على النيتورك مثل ما تلاحظ رح أعمل اوفلاين رح أعمل اطفاء رح أعمل تحميل من جديد للكود حتى تكون الفكرة واضحة للجميع start monitoring مثل ما تلاحظ أصبحت حاليا القيمة بشكل floating point بشكل floating point حاليا رح أعمل تشغيل للأم زيرو بوينت زيرو مثل ما تلاحظ تم تفعيل النيتورك الأولى والثانية النيتورك الأولى ما في أي مشكلة حاليا رح نضرب حاليا رح نجرب حملية الضرب الموديفاي على سبيل مثال ثلاثة حتى تكون الفكرة واضحة ثلاثة في صفر ثلاثة القيمة الثانية رح نأخذها على سبيل المثال موديفاي أو موديفاي أو بريند آآ خمسة على سبيل مثال بويس صفر وفروض يطلع الناتج أيضا الخوستعاش إذن العبليات جدا آآ سهلة أصبحت هاليا رح نعمل تقسيم مثل ما تلاحظ ام دي ثمانية واربعين لو نذهب إلى التاقات نرجع للدفولت ام دي ثمانية واربعين هذا أوكي ريال أوكي هذا ريال وفي هذا المكان الام دي ثمانية واربعين حاليا رح نجرب ونشوف أوكي داخل القيمة أوكي بالقسمة على سبيل المثال أربعين بوينت صفر أوكي آآ على القيمة الثانية اللي هي على سبيل المثال وليكن آآ عشرين بوينت صفر مثل ما تلاحظ أصبح الناتج بالفلوتينج بويت أوكي لنعمل القسمة لرقمين بالفلوتينج بويت أيضا كان الناتج بالفلوتينج بوينت بالنسبة للموديفايت اعفوا إذا نجرب ورقيمة حتى تكون واضحة عشرة عشرة حتى لو أكتب فقط عشرة هو رح يأخذها كفلوتينج بوينت عشرة مثل ما تلاحظ أربعين تقسيم عشرة الناتج أصبح أربعين بإمكانك أن تأخذ هذا الام دي ثوانية أربعين أيضا تعمل لعملية ثانية كذلك الام دي ستة وثلاثين يعني الناتج حملية الضرب أو ناتج عملية الطرح أو القسمة تعمل لعملية ثانية أوكي حتى تكون الفكرة أيضا واضحة للجميع رح أخذ في هذا المكان الام دي أعمل أطفاء أول شي حتى تكون الفكرة واضحة اام دي آخر رقم ثمانية وأربعين رح أخذ هذا خمسين ثلين وخمسين أوكي بهذه الطريقة وأعمل داول لود حتى تكون الفكرة واضحة والكل يعني يستفاد من الدرس أوكي والكل رح يستفاد من هذا الدرس إن شاء الله أيضا الكورس جدا مميز بإمكانك أن تتابع الكورس جميع الحلقات الخاصة بالكورس جميعها بشكل مميز إذا حاب تتعلم وتحترف البي ألسي أنصحك بمتابعة هذه الدورة وجميع الدورات متاحة على قناتنا في اليوتيوب وكل دورة لها طائمة تشغيل خاصة بها حاليا بعد ما أخذنا ثلاثة أمبوت رح أتجرب العملية حتى تكون واضحة للجميع ولكل ما رح يواجه بها أي مشكلة أسأل مثل أول قيمة ثنين أفوان لازم أشغل حاليا من شغلت أصبح ثنين مع صفر مع صفر ثنين الناتج حس أربعة ستة المفروض تمام وهذا أيضا رح أخذ ستة المفروض 12 تمام مثل ما تلاحظ إذن العمليات الرياضية بهذه الطريقة أنت بيمكنك أن تتعامل معها ومثل ما ذكرنا العمليات الرياضية مهمة جدا لأن رح نحتاجها في اللي هو الأنالوك سيغنال واللي متابع معنا كورس البيئاسي المستوى الثاني عارف أهمية وضرورة تعلم العمليات الرياضية لأن بشكل عام تتعامل مع البيانات بشكل مباشر إن شاء الله يكون الفيديو واضح للجميع إذا لحد الآن تتابع الفيديو أرجع كتاب التعليق أسفل هذا الفيديو حتى نستمر بإنشاء المحتوى التعليمي إذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء